من ناحية أخرى الحوار الوطني هو حوار تشارك فيه الأحزاب والشخصيات العامة في أكتر من لجنة وأكتر من محور في من ضمنها طبعا محور الحمال الاجتماعية المحاور الاقتصادية المحاور السياسية محاور التعليم والبحث العلمي إلى آخره ودون صقف وتم تحديد المعاد بإذن الله سبحانه وتعالى يوم الأربع الجاي احنا هنا بنتكلم على المسارات المتوازية حوار وطني مفتوح زائد التزامات والتجاهات وخطوات واضحة من الدولة وزي ما برضو أشار الدكتور مصطفى مدبولي وبيتكلم على الطروحات المش صحيح مسألة أن البرنامج بتاعنا متعثر على الإطلاق بل بالعكس احنا منتظرين أنه بالكتير في نهاية يونيو القادم تكون الطروحات بتاعتنا تقريبا وصلت لحوالي 2 مليار دولار أمريكي إذن عندك تصريحات وخطوات شديدة الثقة والثبات من الحكومة وعندك أيضا الحوار الوطني بمعاد واضح جدا بلا وده هنا بكلمك هنا على التصريحات الخارجة من مجلس الأمناء بلا سقف اجتماعات علشان في النهاية يا جماعة احنا بنشتغل على إيه؟ على إرساء مش بقى القواعد لا بناء أعمدة الجمهورية الجديدة كيفما يجب أن تكون حوار ما بين القوى والشخصيات السياسية وبعضها البعض مولاة كانت ولا معارضة مش فرقة في حاجة على الإطلاق وأيضا الدولة ممثلة في مجلس الوزراء على المصار الآخر مصارات متوازية متصقة